اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيساعدونا في كثير من الخطوات والتصالحات واخذ خطوات جيدة برج العرب خلينا نتكلم على الوضع المهني العاطفي الاخ لان احنا عندنا كمان تأثيرات مختلفة وهيكون عندنا يوم 27 في تراجع في بلود في عندنا اختلافات دي هوضحها في التوقعات الاسبوعية اكتر عشان نكون اكثر ادراك بالموعيد والايام تأثيراتها تبقى ايه طيب دلوقتي كاتوتا العام بقى بتأثيرات حركة الكواجب بشكل مجمع الوضع المهني الوضع المهني انت عندك تعزيز شراكات مهنية عندك هيكون فيه اتصال وتواصل جيد جدا 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 مبينك ومبين شركة مبينك ومبين صديق مبينك ومبين شراكة مهنية مبينك ومبين دولة اخرى فعندك اه ده يعني قادر كتير على التعامل بنجاح فيه شراكة مهنية ايا كانت نوع الشراكة دي ايه شخص شركة مكان دولة مختلفة فاذا هيكون عندنا تعزيز علاقات روابط جيدة اتصالات متميزة شراكات مهنية متميزة تعلي من شأنك بشكل كتير قوي غير ان اشخاص هيكونوا بيعرضوا عليكم عروض مهنية فيه تمييزات مهنية بتحصلوا عليها بقدر عالي جدا فيه اجواء قادر اقول ان هي تسمى انتصارات مهنية لان عندك فيه بعض المشاكل والمسئوليات المهنية الى ان عندك اشخاص يدولك نصيحة او يساعدوك ببعض النقاط اللي بتخليك ان انت بالفعل تكون قادر على انك انت تتحدى اي عقبة وتنتصر على اي عقبة وتبقى اقوى من اي مسئولية تمام فاذا ده الوضع المهني طب لما نيجي نتكلم على الامور المالية الوضع المالي بالنسبة لنا يا برج العرب احنا عندنا هيكون فيه كتير من الامور المالية الجيدة يعني فيه انتصارات مالية فيه مكسب مالي بس عارف الميزة في ايه؟ مكسب مالي من الامور المهنية الميزة فيه ان انت عندك حاجة متعلقة بمال انت مش عارف تحصل عليه مستحقات مش عارف تحصل عليها ديون او فيه متطلبات مالية كتيرة الى ان هيكون فيه حلول في الشأن المالي فيه حلول فيه بداية حرقة فيه بداية انتصار في بداية ان انت قادر على استرداد حقوقك قادر على انتصارات مالية فاذا في بداية جيدة جدا في الامور المالية اما بالنسبة يا برج العرب ليه الوضع العاطفي الوضع العاطفي بالنسبة لنا هيكون حلوة قوي لان بالنسبة لنا كوكب الزهرة موجود في المنزل الخامس منزل الحب والاستقرار ومنزل الموليد بالنسبة لنا هيكون في العديد من الاخبار السرق المتعلقة بموليد هيكون عندنا فيه ترابط اكتر في حب لما نجي نتكلم على الناس اللي مش مرتبطين نقسمها أحسن لما نتكلم على الناس اللي مش مرتبطين في بداية حب ارتباط في مشاعر في طاقة جذبة هيلة جدا جدا لبرج العقرب علاقات صداقة تتحول لعلاقات عاطفية الماضي بالنسبة لك لو من أبراج مائية أو أبراج ترابية زي الصور والعزراء جدا هيبقى فيه نسبة رجوع قوية الماضي منسكش بالمرة انت يمكن تكون بالنسبة لك انك مش ناس الماضي مش اللي هو قادر مثلا اللي هو فكرة اننا اقول خلاص انتهينا لا انت بالنسبة لك برضو بتفكر في الماضي بس الماضي بيفكر فيك أكتر هيكون فيه كتير من نسب الرجوع المتواجدة لبرج العرب خلال الفترة دي بالنسبة لنا هيكون عندنا حالة من الحب حالة من التفاهم حالة من الودة حالة من التقارب بشكل كتير قوي يعني لو فيه أساليب جدلية لأ هيكون عندنا فيه تفاهم هنقدر نحنا نصلح بالنسبة ليه الناس اللي هم مش مرتبطين حب إعجاب في قلتلكم أجواء رومانسية ارتباطات علاقات صداقة تتحول لحب جدا الناس اللي هم بقى مرتبطين بالفعل في نسبة موليد في نسبة حب مشاعر متزايدة يعني في عندنا حب إظهار اهتمامات أو في لقاءات جيدة مشاعر جيدة في أجواء لذيذة جدا 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 يبقى الآخرين غيرانين منها انت عندك النقطة دي عالية جدا 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 يا برج العقرب ان بالفعل فيه أشخاص غيرانين كويس قوي 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 من أمورك العاطفية من تغيرك في الشأن العاطفي زائد كمان حاجة كتير مهمة وهي ان انت عندك فيه حابب قوي شكلك مهتم بشكلك أكتر مهتم بالستايل أكتر مهتم بيه تنسيق الجسم أكتر مهتم بتنسيق الألوان أكتر مهتم بيه كمان حركاتك طريقتك كلامك اللي هو بيبقى فيه إصارة يعني هتلاوى نفسكم من انتو مستيرين أكثر مهتميين ان انتو تكونوا أكثر إيجابية ولا معان وشكل ومظر يعني له أكثر تقلق فيكون فيه أشخاص غيرانين كتير من انتو تكونوا حلوين مميزين متقلقين مين أو الغيرة تكون أكثر من مين من نفس جنسك يعني رجل العرب رجل زيك مرقة العرب مرقة زيك فإذا هيكون فيه كتير من النفسنا والغيرة على شكلنا وعلى تعاملاتنا وعلى تعامل الناس معانا بشكل كتير قوي وعلى إن احنا محبوبين بدرجة كتير متميزة طيب برج العرب كمان فيه نقطة كتير مهمة جدا جدا وهي المتعلقة بيه الشأن العائلي والشأن الخاص بيه الأمور الاجتماعية الوضع الاجتماعي رائع كتير فيه أشخاص داعمين لكم فيه أشخاص هيكونوا قريبين منكم جدا جدا فيه تواصل وفيه اتصال وفيه كتير من الأصحاب اللي هيكونوا معاكم على علاقة وطيدة فيه الزيارات وود وتقارب فيه تكوين شراكات جيدة مهنية من خلال الأصدقاء من خلال الأصدقاء أو التقارب عائلي كمان الوضع العائلي فيه اتصالات وتواصلات والزيارات وأجواء عائلية هتكون متميزة كتير لكن فيه نقطة كتير مهمة تقطق نفسها تقطق بعد ما كانت متدنية لأ كان دلوقتي فيه فيه طاقة فيه حركة فيه نشاطة فيه كتير من اللي هو الجو اللي معين اكتر وقت مناسب ليك بس عشان اكون اكتر دقة معاك هو انتقال المريخة يبقى يوم 14 في برج الحود بس انت هتحس التأثيرات الايجابية من امتى ده من يوم 17 من يوم 17 من يوم 17 فيكون عندك من يوم 17 الاجواء معاك بتختلف ليه الايجابية لطاقة متميزة لتحسن هايل جدا لان انت مطلع النص التاني بالنسبة لك مش هيبقى لز حاجة عندك طاقة متميزة بس حد هيقابلك بقى لو ايه ده انت بتفوق فيبدأ يبقى ضد ليك لان هتبقى انت قادر على ان انت تقاوم وتقف من تاني من يوم 17 هتبدأ ان انت عندك حالة كتير جيدة جدا طيب برج العرب طاقتك هتكون متميزة من الوقت ده طاقتك هتخليك ان انت هتبقى عايز صلح عايز ان انت تقوي من ذاتك تبتدي خطوات متميزة ان انت تبقى منتصر في الكتير كمان ان انت هتهتم بالشأن الصحي اكثر فاكثر هيبقى عندك اهتمامات صحية في زيارة لطبيب في معالجة في اهتمام بي ان انا لو لا انا عندي مشكلة معاناة فان انا لازم ان انا اعالجها عندك اهتمام بنظام اكل نظام مشروبات ودي من اهم الاشياء اللي هتكون موجودة بالنسبة لك خلال النص التاني لشهر ابريل عام 2022 اتنين وعشرين بتمنى كتير ان اكون في التقوم بتمنى لكم النص التاني يكون افضل لكم كتير ما تنسوش اللعك وشير الاشراك في قناة تفعيل الجرس سلام